حبيبي عم بشوفك في عندك طاقات سلبية لسه ما تخلصت منها هادول الكرتين فوق بعض عم بتحاول تستشفي من موضوع من موضوع من طاقة سلبية ولكن عم يعني يتأجل الموضوع او لحد الان موجودة هاي الطاقة عم بتحاول تستشفي كويس هذا الاشي ولكن عم بشوفها لسه موجودة لساتها موجودة عندك عم بشوفك برضو كتير انصدمت يمكن من الناحية العاطفية او حتى بالعمل بس اكتر بالعاطفة انصدمت من علاقات كتيره قبل هيك او من اشخاص ممكن يكونوا اصدقاء لذلك قررت انك تروح بعيد تبعد تدرس في الامور اكتر ولكن شايفي انا بالايام الجاي انه رح يكون عندك جميع مفاتيح النجاح بالنسبة للعمل يعني انا هاد الكرت بشوفه توازن ونجاح بجميع المجالات عندك مفاتيح لقلب الحبيب وللنجاح في الحياة العملية عم بتكون مسيطر على العلاقة اذا انا شايفي في عدد منكم كبير في منفصلين وعلى فيه علاقة ثلاثية عم تنتهي وهذا اشي كتير حلو عم بشوف المواضيع بتترتب لحالها عم تاخد قرار فجأة بانك ترجع للحبيب او الحبيب عم ياخد هذا القرار فعم بشوفكم عم بتفكروا فعليا بهذا الشهر بالرجوع والتفكير بالارتباط شايفي فيه ارتباط في الموضوع اما وعد او امور عم بتصير لحتى تسهل هذا الموضوع وهوان عم بشوفك اكتر شي في العمل عم بتكون كتير غضبان كتير زعلان هاي الفترة مع انه في بعديها راحة بعد كل المشاكل اللي لقيتها بشغلك وبعملك او مع الاصدقاء شايفي فيه راحة او فيه انتصار راح يتحققه فيه انتصار راح يتحققه على شخص معين او على اشخاص طيب خلينا نشوف اه لو فيه تحذيرات هذا الشهر لبرج العدراء هاي الكروت مش انه سلبية ولكن فيها تحذيرات اه من موضوع معين هون بيقولك ازا بدك اتوقع على شي ازا بدك اتوقع على كونترا معين على عقد معين فاحذر كتير هذا الشهر يعني حاول اساسا انك ما توقع عليه او تمت في الموضوع اه تمدد الموضوع اه توقيع الاوراق في هذا الشهر شوي عم يكون مش لصالحك فهاي كانت اه التحذيرات اه خلينا نشوف الاوراكلز ايش بنصحونا لهذا الشهر او خلينا ناخد كروت العقل الباطن لالك وللشريك للي عندهم شريك كرت اليك وكرت اليه هذا الكرت اليك عم بشوفك كتير زعلان كتير مقتئب من ناحية العلاقة اه وكأنه كان في عندك امنيات في العلاقة او اه شغلات كنت تستناها من الحبيب او الشريك اه لسه ما يعني لسه ما صارت لحد ديت هلا او ممكن تكون انك مش ناسي الزعل او الامور او المناوشات اللي كانت بينك وبين الحبيب اه عم بتفكر فيها يعني مليا عم بتفكر فيها كتير كتير عم ترجع للماضي كتير شايفيتك هون عايش شوي بالماضي مش قادر انك تتحرر منه او تروح للي بعده بالنسبة للحبيب الحبيب ناوي على خير عم بيكنن لك كل مشاعر الحب عم بشتاء في عنده اللي هو انت بالنسبة له هدف ولكن شايفه في بعض الامور عم بتعرقل هذا الموضوع لكن انا ما الي في العرقيل الي في عقله الباطن هو عم بيفكر فيك بطريقة هستيرية مش طبيعية اه ولكن في امور تانية بتتحكم في الموضوع او بتأجيل الموضوع الارتباط او النكس ستب تبعكم ولكن عم بشوفه بيراقبك كتير وبيحنن لك كتير وهذا الشي متبادل يعني انا شايفيته منك ومنك هون بيقولك انه اتطمن بالنسبة للتغييرات او التحديات اللي انت هلأ عم بتمر فيها هي مجرد خلينا نقول مجرد درج او مجرد وسيلة لحتى توصل فيها لهدفك فما تزعل من التحديات اللي عم بتمر فيها عم بتكون ناجح كتير في انك تتخطى هاي التحديات وتوصل للي بدك اياه بيقولك انت معاك يعني زي ما قلنا قبل شوي مفاتيح النجاح معاك يعني كل شي عندك اياه كل شي انت انسان قوي كتير بالنسبة لانك تجتاز هاي التحديات وهاي التحديات رح تكون لصالحك رح تكتشف هادا الاشي فيه مع بعض بيقولك انه احلامك والفجينز يعني والجولز الاحلامك واهدافك وامنياتك رح تصير حقيقة رح تصير في الواقع بس بيقولك stay focused يعني انه خليك مركز على الهدف اللي انت بدك اياه ما يعني ما فيه ناس رح تاخدك هيك رح تاخدك هيك فيه امور رح شوي تاخد من تفكيرك ولكن بيقولك لا يعني كون focused وكون مركز على الهدف لانه رح يتحقق مع التركيز اذا رح تركيزك بتبعد عن الهدف طبع هادا الكرت اكتر ايش شايفيتو كرت ممكن يكون حمل للنساء فيه بشرة على يعني بشرة معينة او خبرية حلوة كتير بالنسبة للمتزوجين ممكن تتعلق اما في الاولاد او انه حمل جديد طفل جديد لانه شايف طفل جديد بقولك يعني خلص خد راحة من اللي انت فيه خد راحة من التفكير من المشاكل الحياة اعمل لحالك برنامج مثلا انك بهذا الوقت يكون فترة راحة او خد اجازة خلينا نقول خلي عندك شوية وقت لحالك مش كله شغل مش كله اهتمام بالاخرين لازم تهتم بحالك اكتر شوي اه نفسي الحقي بيقولك stop thinking خلص بكفي تفكير بكفي انك وعم بشوفك يا برج العذراء عم عم تدفشي الامور عم بتحاول انك اه مسلا تغير مسار الامور غصبا عنها فبيقولك خلص يعني let's go خلي الامور تمشي لحالها وبكفي تفكير واعمل meditation علي طاقتك الايجابية اه وكمان بيقولك خلي في عندك شوي طاقة اللي هي امتنان انه بالنسبة للاشياء اللي موجودة عندك اياها اه دائما اتطلع عليها واحكي الحمد لله يعني عندك شغلات ولكن انت طموحاتك يعني برج العذراء كتير طموح وكتير بس هذا لا يمنع انه تشكر كتير على الاشياء اللي موجودة عندك لانه طاقة الامتنان او الشكر هي بتقولولي شو كيف نعلي طاقتنا الايجابية يعني هاي واحدة من الطرق اه طاقة الامتنان لما نميها عندنا وكل يوم نذكرها كل يوم نحكي الحمد لله على الشغل الفلانية او نحب الشغلات اللي احنا بنملكها اه طاقتنا بزيد يعني هذا ممكن ان يكون اه سابورت بقولك انه رح اه وكأنه في عندك مشروع جديد او موضوع عم تمشي فيه بيقولك رح يكون عندك السابورت المناسب رح يكون في عندك الدعم اه المناسب لهاي الامور هذا الكرت طلع مقلوب اه هذا بيخص الاولاد اه وكأنك تعبان شوي مع الاولاد فبيقولك بدهم شوية صبر يعني للي عنده اولاد اه عم بتعبوه شوي من برج العذراء فعم بيقولك انه اه شوية صبر لانه هذا السن او هذه الفترة اه من عمرهم بيحتاجوا انا فما ما 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 نضغط على حالنا او هي فترة وبتعدي يو ار كون فيوز بيحكي لك انت كتير اه يعني مش متناقض يعني مشوش انت كتير اه مشوش اه لانك ما عندك معلومات اه كافية اه بيقولك اه زي ما قلنا قبل شوي انه اعمل 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 بحث اه عن معلومات اللي انت بدك اياها استشير اكسبرت اه يعني استشير حدا قد نصائح اه انا بعرف انه برج العذراء يعني اراءه من راسه كل شي من راسه القرارات والكزا فهون بيقولك لا انت بحاجة انك تبحث عن معلومات وعن خبير او تاخد نص نصيحة خبير في اه الموضوع بيعني بفور بابل ما انك تاخد اه القرارات واكنك ناوي تاخد قرار هادي الفترة يمكن قرار السفر اللي قلنا عليه او قرار الارتباط بيحكي لك انت بتستحق فقط الافضل شفت قبل شوي بالكروت انه شوي عم تتزعزع ثقتك في نفسك شوي مش ما عم تحب حالك لا بس عم تتزعزع شوي ثقة فهون بيطمناك بيقولك انت بتستحق فقط الافضل وهذا اللي انت لازم تركز عليه باليعني اه فوكس يور اتنشن اون هذا اللي هذا الاشي اللي لازم تركز عليه في نيتك في داخلك تركز على انه انت بتستحق الافضل ورح يوصلك الافضل زي ما قلنا احنا دايما انه بقوانين الطاقة الكونية انه الاشي اللي احنا بركز عليه بيصير فركز على هذا الموضوع رح يصير بسرعة اكبر كل ما كان فيه يقين اكبر كل ما كان فيه يعني سرعة في اليقين بيتم هذا الموضوع اسرع هذا الكرت طلع مقلوب بيقولك انه شوي تحذر من الطيبة تبعتك في عندك طيبة مش معقولة في عم بتكون طيب مع اشخاص ما بيستحقوا فبما انه يعني طلع مقلوب عم بيقولك شوي دير بالك من الاشخاص ما تأمن ما تحكي كل شيء يعني ما تحكي كل شيء بصراحة لناس ما بيستحقوا فاكتر اشي هذا الكرت هذا الكرت كمان طلع مقلوب بيقولك انه نفس اللي قبل شوي وكأنه بيحكي لك انه خد استشارة من الناس اللي حواليك ما تاخد القرارات بتسرع هذا الشهر هذا الشهر لازم تكون شوي حذر من اتخاذ القرارات يبرج العذرة بيقولك انه الاشياء الحلوة رح تبلش تظهر شوي شوي لكن ببطء في حياتك فكون شوي صبور متفائل في طائد فرج رح يعني تفتح عندك في هاي الفترة فخلي تركيزك على الامور الايجابية وفي طائد فرج في طائد فرج عندك يا برج العذرة ان شاء الله تكون الامور تمام خلينا هلأ نعمل هاي الفقرة اللي اضفناها انك تسأل سؤال او تضمر على شيء الاجابة رح نجاوب عليها با او لا يعني السؤال بيبدأ بهل هل كذا كذا رح يصير واذا كان فيه رح يصير رح نشوف توقيتات معينة لهذا الموضوع طبعا هذا السؤال رح يكون له طاقة شهر فاذا ما رح يصير في هذا الشهر رح يكون الجواب لا يعني مش اه ما ما تاخدوها كتير سلبية اذا طلع لا لانه رح نعيد اه هاي الفقرة بالتوقعات الجاي اللي بعد اسبوعين فممكن الطاقات انها تتغير فبترككم تسألوا السؤال او تركتوا على شيء حابين تعرفوا نتيجته او اه وخلينا نشوف عم بشوف حبيبي العذرة انه هذا الموضوع ما رح يصير انا اسف ما رح يصير اه طب ليش ليش ما رح يصير خلينا شوي نفتح انه ليش هادا الموضوع ما رح يصير اه بسبب طاقة سلبية عندك اياها اه زي ما قلنا قبل شوي كان في طاقة اه سلبية وانت ما استشفيت اه منها فهذا السبب انه هاي الموضوع اشتركوا في القناة